اشتركوا في القناة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه أما بعد قال الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صادف يوم أمس ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه السبط الأكبر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانت ولادته في الخامس عشر من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة وقيل السنة الثالثة ولد الإمام الحسن في بيت مفعم بالإيمان والبطولة والفداء فأبوه هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إمام الفصاحة والبلاغة وإمام الحرب والشجاعة وإمام المحراب والتلاوة وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين فوارث من أمه وأبيه المجد والعز وفوق ذلك الشخصية الفريدة خصوصاً وأنه قد تربى في حجر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وكان الإمام الحسن مقرباً جداً من قلب جده رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه ويغدق عليه من حبه وعطفه وحنانه ويكون الرسول صلى الله عليه وآله كما ذكرت بعض الروايات خاطباً في المسلمين وإذا به ينظر إلى ولده الحسن وهو يرقل في ثوبه فيتعثر به فيقطع الإمام فيقطع النبي صلى الله عليه وآله صلاته عفواً خطبته من أجل أن يرفع الحسن إليه في المنبر وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي فيأتي الحسن ويرتقي ظهر النبي صلى الله عليه وآله والنبي في السجود فيطيل النبي صلى الله عليه وآله سجدته أو سجوده من أجله وهكذا كان يشبعه لثماً وتقبيلاً ويشرف على تربيته ويلقنه الحكمة وكلما يكمل شخصية هذا القائد العظيم نشأ الإمام الحسن عليه السلام في مثل هذه الأجواء أجواء الرسالة وهو ينظر إلى الوحي ينزل على جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويعيش أجواء الإيمان في رحاب جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام كان الإمام الحسن وزيراً ومستشاراً لأبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذ يرجع إليه أمير المؤمنين كثيراً من القضايا التي كانت تطرأ عليه فكان يحيلها إلى الإمام الحسن عليه السلام حتى في بعض القضايا ذات الارتباط بالقضاء كانت تطرح بعض القضايا في القضاء قضايا معقدة فكان أمير المؤمنين عليه السلام يحيلها إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام كما حصل ذات مرة حيث اتهم رجل بقتل رجل آخر وكاد هذا الرجل أن يقتل أن يطبق عليه حكم القصاص حيث قامت البينة على أنه هو القاتل وبينما كانت السلطات تقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل وإذا برجل آخر تبين أنه هو القاتل إذ جاء رجل آخر واعترف بأنه هو القاتل وليس هذا المتهم وهنا أشكل الأمر على القاضي في ذلك الوقت فجيء بالقضية إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فأحالها إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام فكانت فتوى الإمام الحسن أو قضاؤه في هذه القضية أن يسقط حكم القصاص عن الاثنين عن المتهم الأول لأنه ثبت أنه لم يرتكب جريمة قتل وعن الثاني الذي اعترف بالقتل أنه هو الذي قتل أسقط عنه أيضا حكم القتل والقصاص لأنه بسبب اعترافه أنقذ حياة أخرى وهي الحياة المتهم الأول استشهد الإمام الحسن عليه السلام بالآية الكريمة التي تقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهذا إنسان أحيا إنسانا آخر بسبب اعترافه على نفسه فهو أنقذ آخر من القتل فأسقط القصاص عن المعترف عن الجاني وأحيلت القضية إلى دفع الدية تعويض لأهل الميت وهكذا كان الإمام الحسن عليه السلام مستشارا ووزيرا لأبيه أمير المؤمنين عليه السلام حتى إذا استشهد أمير المؤمنين وانتقلت الخلافة إلى الحسن عليه السلام ووليها لمدة ستة أشهر ولكنه تنازل عنها لماذا تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لنفس السبب الذي تنازل بسببه الإمام أمير المؤمنين عن الخلافة حينما رأى أن مصلحة المسلمين الكبرى وحدة المسلمين والأهم من وحدة المسلمين دماء المسلمين لما وجد أن الطريق إلى إيقاف نزيف الدم والقتال وإراقة المزيد من الدماء ينحصر بتنازله عن الخلافة تنازل عليه السلام عن الخلافة لا لأنه يعتقد بأن خصمه معاوية هو الأحق بالخلافة ولا لتشكيكه بأحقيته بالخلافة ولا لخوفه من الموت أو القتل إطلاقا أهل البيت كما قال الإمام زين العابدين القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة فليس فيهم إلا مقتول أو مسموم لا يموت أحدهم حتف أنفه لا يموت إلا قتلا أو سما الإمام الحسن لم يكن يعبأ بحياته هو وهو يعلم أن ما آله هو الموت على يد خصومه كما حصل فيما بعد ولكنه كان يريد أن ينقذ ما تبقى من إسلام أصيل من إسلام محمدي أصيل قبل أن يتفش الزيف والكذب والدجل على يد هذه الثلة التي تنتسب إلى الإسلام زورا وكذبا وهم بنوا أمية اضطر الإمام عليه السلام اضطرارا لعقد الصلح مع معاوية بشروط ومن هذه الشروط أن الخلافة تكون بعد معاوية للحسن عليه السلام وأن لا يحولها لغيره ومن تلك الشروط أن لا يطارد أصحاب علي عليه السلام ولا يمسهم بسوء مجموعة من الشروط التزم معاوية ببعضها ولم يلتزم بالقسم الآخر ولكن الذي قام به الإمام عليه السلام هو أنه حاول أن يبقي على البقية الثلة المؤمنة الصالحة من القتل والدمار على يد معاوية ثم عكف على تربية الكوادر التي ستقف في وجه الطغيان الأموي والواقع إن الذي بذر البذرة الأولى لثورة الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية هو صلح الإمام الحسن لو لا صلح الإمام الحسن لما تمكن الحسين عليه السلام من القيام بثورته لأن الإمام الحسن عليه السلام حينما عقد الصلح عكف على تربية الكوادر المؤمنة الصالحة المهيئة ليوم الحسين عليه السلام ولذلك حينما دخل الإمام الحسن في الصلح دخل معه الحسين أيضا ودخل معه كل المؤمنين الصالحين نعم هناك بعض المخلصين من أصحاب الإمام الحسن ممن وجد ألما في نفسه من أن يبايع معاوية أو أن يستسلم له ولكن الإمام عليه السلام وضح لهم أن هذا ليس استسلاما ولكنه هدنة هدنة يستفيد منها المؤمنون للتجميع قواهم وتربية كوادرهم حتى يتمكنوا من النهضة فيما بعد بوجه بني أمية وهو الأمر الذي حصل على يد الإمام الحسن عليه السلام فيما بعد فسلام على سيدنا ومولانا الإمام الحسن الذي ولد في هذا الشهر الشهر الفضيل في شهر رمضان واستشهد في شهر صفر مظلوما شهيدا ولكنه بقي نجما بارزا في تاريخ المسلمين من خلال عطائه وهديه وعلمه وفضله وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمامته حيث قال الحسن والحسين إماما نقاما أو قعدا كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصف لم يشاركه أحد من الناس إطلاقا إلا أخوه الحسين عليه السلام حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فسلام على سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن وسلام على أبيه على جده رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أبيه أمير المؤمنين وعلى أمه الزهراء وأكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله صلى على محمد وآله محمد